اه اه انا اطردت لديه كثير حتة ان صاحبتي هي اللي تطلع انا برضه وناس كثير اوى كتير عندي ورايبين طلعهم اللي بيعملوني في اسكرينيات فيك وهم طلعوا اللي بيدوروا ورايا وطلعوا بيعملوا مشاكل ويعملوا جربات ويخشوا واشتموني فيه ناس كده نيتها دي والله انا عظيم اقسم بالله لو انيها دي بتتكلم اخذت لها اخذت لها صوتت انا اقسم بالله اتاري بيت زكتر زكاميدو 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 يا عم لا ابويا يا عم ورا ابويا هنا بفلدقني نصي ولله بس انا انا انبسطط ان اريد اقول شي انا كنت منزل فيديو كنت لا أجيب شيء لأن الناس ليس مهتمة أنت جبت إيوه ولكن لقد وجدت إيوه لقد وجدت الناس فرحانة وهذا الحاجة الحلوة أنها مبسوطة أنت جبت شيء فهذا ما عدد للناس الحقيقي وهذا الفكرة التي أخبرتها أن الناس الذين أحبهم لماذا أمسك في هذه المنصة؟ لأن هذه المنصة فيها جزء كبير حقيقي الناس تحبني يا عم صور أي شيء نحن نتفرج عليك يا عم نزل أي زبط يعني في فيديوهات كتير بأشوفه وليه جايب لايكات لأن هذه المنصة تحبك حقيقي لا تحب المحتوى وده دائماً ما كنت بسعاله في حياتك لا أريد أن أحب المحتوى أو كنت أريد أن تحبني لأنني لم أتحبت كثيراً وقابلت رفض كثيراً فأنا كان نفسي لا أريد أن تحبني لا أريد أن تحبني لا أريد أن تحبني لا أريد أن تحبني فلوس خدوا فلوس وذهبوا إلى المنصات التي تديها فلوس وذهبوا إلى المنصات التي تديها أكثر يا عم أنا أقعد هنا فهي كانت متعد ظهوري هنا والله العظيم أقسم بالله وأنت أستغرب على أن أقول أنني لا أريد فلوس وأعرف أن أجب فلوس كثيرة وأعرف أن أجب فلوس أكثر وليس كنت أستنى السوشال ميديا لكي أصرف عليها ولكن أنا كنت أستنى السوشال ميديا وفي الوقت الناس التي تحبني يعني أنا 4.800 هذا العظيم ستر ونعمة وهو ده فكرة أنني لا أحتاج شيء أكثر من فكرة أنت تحبني يعني انبهارت انبهار فظيع عندما نزلت فيديوه الدرامز وجاب ريتشو وجاب لايكات الناس فيديوه فعندما يجب أنك فرحانة هل أنت فهم؟ هل هذه الناس الحقيقية التي تحبك ليس اللي يقول لك يا عمّا قلت لي يد أنني رأيت عرر خراشي خراشي ذكا فاطمة ذكا فاطحي ذكا مري جرجس أنا أحبك فاشكو هذا يجب نقلها الحب و مواقف صحة انا بحب يجو الانسان اهي دي بقى ابو دحكك الله يستطع سدنا اعوه ان اكرقوا يا لهوش انا بعمل سوئ ايه ده ناكس ناكس العودة على الستجرام غريبة غريبة والله غريبة يا بيت اللي يا جباه ده يا جباه زكة نادية زكة بيتي اس بلعلى الحمد لله يلا الغاية الله يستطع زكة نادية كيف هي نادية كل واحدة يبنى زكة من قلبي بيوتكم يا جباه ليتو كاتبينو هذا جباه شباب و مفعشة كل الله اهي كيف قدتنا الحياة فجأة الى كل هذا طعمك اوي انطعمك اوي كيف قدتنا الحياة فجأة الى كل هذا معرفش أنا كنت باكوا الى رنجا الصبح معرفش يشوف انت اخذتنا ازاي وانا معاك عاجة عقود معا يا عمال يا رجل تافي اتكلمني كلام تافي جماعة العوم كده ربنا نفقد أنا مش عاميك أنا عاميتي يامي يالهوي دي من الدشمله بص الغلاوة الغلاوة هقولك عشان دي ما ينفعش نقولها عشان هي ببهدلة قوي ربنا يعافي عنك ببهدلة الجواز وبهدلة العيال وليه حد من قريبها ماشي الغلاوة يا جدعان بتبان في العيون يعني أنا بقف مع ناس وأقسم بالله فعلا والله العظيم ثلاثة بقرف اللي جاي تصور معايا ده بيحبني ولا جاي تصور عشان ده واحد مشهور وخلاصه عشان أطلع صورة على الإستجرام وأقول لهو في ناس عشان كده دايما عينيك هتفضحك والله العظيم عينيك بيبين غلاوة عينيك وفيه طب ماشي أنا الحقد عليك هتعرفه منين هقولك هتعرف الحقد عليك من نصيح عليك لما يأتي نصيحك يعني هتلاقيه و هناك أشخاص الذين لا يتمنى لك أن تعرفوا منهم فأقول لك عندما يأتي يتحك يعني تقع يتحك وتفكر أنه يتمنى لك هناك أشخاص غريبين أقول لك على شيء غريب الإمام ابن القيم قال أن العيون مغار في القلوب العيون مغار في القلوب هل هذا شيء؟ هذا صعب قوي أنا أحبك يا جدا أخذ يد قلبي يد قلبي يد علي النعم لم أرى أحد ينظر لي الحمد لله يا جدا عنا شكرا على الإكسبلور والكومنتات واللايكات والاسم اسمها شكرا على كل شيء سبحان الله سبحان الله بنحبك والله العظيم الله يستوري يا جدا ذكا إيهاب ذكا شاطرانك ذكا شادي هيسم ذكا هايسم ذكا أمير دي كاميرو اه نكادية انا كنت اعرف واحدة نكادية كنت اعرف واحدة نكادية كنت اقول لها شوفي طابق اللي يرضيكي واعمله عادي والله على عظيم تلا انا اصلاً مش بتاع خدقات كنت اقول لها شوفي اللي انت عايزة ونعمله هيك بتداء من الجملة دي واعمل ايضا فمرة قالت لي يعني انت مزعلني وانا اقول انت مزعله اصلي فقالت المرة يعني انت مزعلني وكمان عايزنا اختار اللي يرضيكي طب اعملي قالت لي انت كمان عايزنا افكر انا افكرش هستي في نسك لكادية مع مامي مع مامي خليك يا احد جنب مامي مامي اهم اه احكي لنا اه انا عملت حاجة مرة اه اه انا عملت حاجة مرة زمان انا بتوع اقول لها انا بتوع غريبة والله العظيم فمرة ركبت مقرباص تيوتا كان ابو اول مرة يعتمد عليك مشوار كان انت مثلا كنت صغير لا كنت كبير انا اقول لك انها كنت صغير اعتبارها صغير لا كنت كبير بما انا ركبت المقرباص كنت صغير وهو اه اه اوه اعتباركة تسوق وهتوخه وتوصل وانا بدلا من اطلع كباري يضعوا مواصلة كنت رايح في الوقت وقضت الى فلوس لتاجر مع ابوه سكتب اخي لا انا اتكي لك صحيح كنت رايح اتناقى ذهنيا مع صديق لابوي اتناقى ذهنيا عاديا ماهما ركبت المقرباص فأنا رايح وصلت إلى المينيا ونمت فأنا عادة فأنا عادة أن المدينة التي كنت مفروض أن أنزل فيها فأنا قلت أن تركب فيها وانزل واركبت الناحية فأنا وداني الموقف ونزلت وركبت الناحية فأنا راجع بيتنا ونمت فأنا لم نمت فأنا لم نمت فأنا لم نمت فأبويا سعيت أعرف أننا أريد أن أتعالج فأنا شرحت له بثبتهم بالأدلة فأنا قلت للدوليلا وقلت العربية وقلت في الكبت لكي أتنزل فأنا اتعالج فأنا سأتعالج فأنا سأتعالج إنجاز أحد في حياتك فأنا سأتعالج يعني انا غيرت الموبايل تهاتر مع مرات في السوشيلي ميدي لازم اطلع اعمل لك اه بوس كيبت الموبايل الجديد الغالي قوي اللي انت مش طعب تجيبه ليه؟ ليه؟ لما بوريك درامز دي حاجة انا عايز اوريها لك انت مش هتمنظر بيها مش هتفهم معي اكتب يعني انا معي حاجات غالية صح معي انجازات حملتها في حياتي كتيرة صح بس فكرة التنظير وان انا اطلع ولك عاية ده نقص دي عيال نقصة فاهمني؟ ده 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 مش كل حاجة تطلع فاهمني؟ لازم يكون عندك خطة كده برافيا ممكن نوريك حاجة لك ما ورجكش غيرها ليه؟ مش هتفهم دايقك مش هتفهم استغلق مش هتفهم مش هتفهم عندك فضول انت مش عندك اللي عندي لا العيال دي بتبقى نقصة العيال دي بتبقى نقصة انت مش محتاجة تثبتلك ان انا جامد انا جامد ما انا جامد بس هل مش لازم اقولك ان انا جامد الجامد مبقلش عال نفسه عشان انا جامد شوفت انا وانا بنا عسر وانا بنا تخليني ليه؟ يابد اقفل يابد انا متخلم خلصتهمكم سواء الله يقفل انا